قبل أن نخوض في موضوع هذا اللقاء الخاص والذي يتعلق بالذكرى الخامسة لرحيل إمام مجدد عبد السلام ياسين اهتز العالم كله على هذا القرار الأخير الذي قضت به الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس كيف استقبلتم في جماعة العدل الإحسان هذا القرار وما نظرتكم إلى مستقبل القضية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وصلاة مباركة على سيدنا المحمد وعلى آله وصلاة جمعين شكر الله جهودكم وتقبل الله منكم نعم هذا السؤال مهم ونحن نتحدث عن الذكرى وجاءت هذه القضية قضية الاعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي للكيان الصهيوني وتزامنها ونحن نحتفل بالذكرى مهم جدا لأن قضية الفلسطينية والقدس تحتل في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين وفي اهتماماته مكانة مهمة جدا 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 الذي أقوله باختصار عن هذا الأمر هذه محنة في طيها منح كثير جدا فهذه من صفعات القدر التي توقض الأمة ما أحوج الأمة إلى مثل هذه الصفعات اعتراف ترامب وغير ترامب بهذا الأمر لا يغير شيئا في التاريخ ولا في الجغرافية ولا في الأحداث لا يغير شيئا فهو كأنه قرار لا قيمة لا على الإطلاق ولكن القيمة قيمته هي في هذه اليقظة التي هبت وستهب إن شاء الله في هذه الأمة ترجمة نانسي قنقر